اشتركوا في القناة المساعدة لغيرنا بلا مقابل والعطاء ده ليه اشكال كثيرة جدا من يعني ايه مش بيكتصر بس على التبرع بالمال تعالوا النهاردة نعرف مع بعض عن قصتنا عن خلق العطاء ونشوف ايه طرق مختلفة كثيرة جدا للعطاء طيب طرقت فريدة باب حجرات زياد فزياد قال لها تفضلية فريدة فلما دخلت فريدة لقيت معاين عمر ومريم عمر قال لهم ايه احنا النهاردة اجتمعنا بفعل الخير انا هتصل بيحيا وعلي علشان يحضروا معنا اول محاضر يحيا وعلي علي قال له ايه قال له ايه الامر المهم اللي انت عايزنا ليه مريم قالت احنا من فترة واحنا بنشوف العمال بيكتهدون في بناء ايه المبنى اللي قدام بيتنا عمر قال لهم ايه كمان قال لهم احنا النهاردة لقينا لافتة كبيرة جدا مكتوب عليها المركز الطبي فالزياد قال لهم تابوا ليه ما يكونش لينا دور في هذا المشروع الخيري يعني ايه المشروع الخير يا سنة تانية المشروع الخيري ده بيبقى مشروع قائم على خدمة الاخرين بلا مقابل او بمقابل قليل جدا بلا مقابل يعني ايه يعني بالمجان يعني ايه المجان يعني الناس ما بتدفعش فلوس زي ايه زي مثلا خدمة طبية الناس المحتاجة بتروح يناك تكشف يناك بالمجان يعني مش بتدفع فلوس او بتدفع فلوس قليلة جدا مشروع الخيري ممكن كمان يكون ايه تعليم نعلم الناس اللي مش بتعرف تقرأ ولا ايه ولا تكتب ممكن ان احنا نحضر لهم الطعام وفيه اعمال كتير جدا خيرية عرفنا يعني ايه المشروع الخيري يا سنة تانية طيب وفي اليوم التالي ذهب كل الاصدقاء لمقابلة مين دكتور ابراهيم ده كان ايه كان مدير المركز وقال لهم ان احنا عندنا العلاج هيكون في المركز بالمجان احنا عرفنا يعني ايه بالمجان يا سنة تانية يعني ايه الناس اللي هتيجي تكشف المحتاجة مش هتدفع فلوس خالص وقال لهم كده هيكون عندنا جور العاملين هتكون قليلة العاملين اللي هو فين في المركز ادى كاترة والناس اللي هما بينظفوا المركز كل ايه كل اللي بيشتغلوا في المركز ودي من ايه احدى المشكلات اللي هي بتواجهنا فمريم قالت له ايه قالت له دعنا نناقش الامر معا ونعد لك بالحل طب يا ترى ليه مريم قالت كده للدكتور هنكمل مع بعض بقية القصة وبعد كده نيجي نعرف مريم ليه قالت كده للدكتور طيب الاصدقاء الستة كلهم اتجمعوا ويحي قال ايه قال احنا الستة ممكن ان احنا نخصص ساعتين بعد المدرسة عشان ايه نتبادل فيهم مع بعض لحجز التذاكر للمرضى وممكن تنظيم وتنظيف المكان وزاد قال ايه قال احنا كمان ممكن نعمل دعوة للجيران والاهل عشان يتبرعوا ايه لصالح المركز عشان يدفعوا اجور لهم مال ونشتري لهم ايه المستلزمات الطبية مريم قالت ايه انا كمان عملت تصميم للدعاية والاعلان عن المركز واحنا ممكن نتبعه ونوزعه على الجيران علشان ايه نشجعهم ان هما يتبرعوا للمركز زهبوا كلهم الاصدقاء ومعاهم الافقار اللي قاعدوا يقولوها دكتور ابراهيم اول ما شاف الافقار دي قال لهم انا ما كنتش هتخيل ان انتو ايه تقولوا كل الافقار دي على طول والحلول الحلوة دي بارك الله فيكم على تعاونكم وعلى ايه فعل الخير انا هاعرض الفكرة دي على زملائي واللوحات اللي انتو عملتوها دي الحاجات اللي مريم نفزتها تعالوا مع بعض ايه هنشوف هنحطها فين كل الاصدقاء في روحهم ومشيوا من المركز وهم ايه على وعد من دكتور ابراهيم ان هما يتصل بيهم ايه فقرب وقت ممكن طيب يا ترى الافقار اللي الاصدقاء قالوها يا سنة تانية دي كانت افقار ايه رأيكم فيها كانت افقار ايه كانت جيدة وكانت مفيدة صح طيب طب هو كان يمكن ينفع لشخص واحد بس ان هو يقول كل الافقار دي وينفزها لا كان يبقى صعب جدا لكن هم علشان الست اكتموا مع بعض فكانت كل واحد عنده فكرة وكانت ايه افقارهم كانت مميزة طيب يا ترى مريم احسنت لما قالت للدكتور ابراهيم دكتور المركز دعنا نناقش الامر معا ونعد لك بالحل طبعا لانه هي لو كانت قالت الافقار قدامه كده ما كانش هينفع لكن هي استنت لما يروحوا البيت وكل واحد فيهم قال بفكرة مميزة وفكرة ايه مفيدة ومختلفة علشان خاطر يفيدوا ايه المركز اكتر طيب طب يا ترى كده كل الاصدقاء اتصفوا بخلق العطاء طبعا اتصفوا كلهم بخلق العطاء لان هم مفيدوا ليفكروا علشان ازاي يساعدوا الناس المحتاجة وازاي يفيدوا المركز طيب هنا كلهم كلهم افكارهم كانت واحدة ولا كل واحد فيهم كانت فكرته مختلفة لا كانت كلهم ايه كل واحد فيهم فكرته مختلفة يعني فكرة يحيا غير فكرة زياب غير فكرة مريم طيب يبقى كده كل الاصدقاء اتصفوا مع بعض ان هم ايه اتصفوا مع بعضه بالعطاء يبقى نفهم كده ايه ان العطاء ده ان احنا بنقدم المساعدة للغير بلا مقابر وعرفنا كمان ان هو ليه اشكال كتيرة جدا صح مش بيكتصر على ايه المال بس زي ايه مال ايه زي ما ايه اصحابنا هنا واصدقائنا اتبرعوا ايه ان هم اتبرعوا بوقتهم وبجهدهم ايه علشان يساعدوا لغير طيب تعالوا نحلوا مع بعض نشاط صفحة سبعين النشاط ده عايز مننا ايه ان احنا نرسم اربع اعمال مختلفة للبر والعطاء ونرسم هنا الرسمة في كل مربع ماشي يا سنة تانية ونكتب تحت ايه اسم العطاء اللي احنا هنعمله زي ايه مثلا زي ممكن ان احنا نساعد في نظافة المسجد المجاور لينا دي مثلا ايه تبرعوا طيب ممكن ان احنا نعمل ايه كمان نساهم في تقديم وجبات افطار في شهر رمضان للناس المحتاجة ممكن كمان نتبرع بالمال حتى لو بمال قليل جدا لاي مركز طبي ممكن ان احنا نعلم الناس الكراءة والكتابة كده يكون درسينا خلص معينا النهاردة في سنة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته